اشتركوا في القناة كم هو صعب نظرات الناس اليك التي تشعرك بانك مختلف عنهم والاصعب من ذلك التنمر عليك لشيء لا حول ولا قوة لك به هي اذا قصة مروذة السادسة عشر ربيعا من ولاية الواد لنتابع قصتها مروى ابنة السادسة عشر ربيعا من بلدية حسان عبد الكريم تلميذة في الطور الثانوي ولدت هكذا وجدت عائلتها نفسها مكتوفة الأيدي في إيجاد علاج لها من عجز بصري ونحافة الجسد فقدان الشعر وتشوهات خلقية تصارعت الأيام ومروى تكبر وسط محيط يرفضها ويتنمر منها جعلها حبيسة المنزل وأثر عليها نفسيا أنا مروى هكاية ولدت عادي لهم هكاية هي هكاية بعدك صنفها بدت نحس فيها نحس فيها هكاية بدت عينيها هكاية مش نرمال حسيتها قاعدت معانيها ما كبرتش حسيتها هكاية قلت لك قلت لك هكاية تم كديتها للطبيب وديتها للأخرين قالوا لي عندها عينيها مش هكاية وطلب علي عملية هكاية أربع عمليات طلب علي وما قدرتش ما قدرتش على العمليات روحها مش نرمال كمية باكاية قصة في سن المراقة معنا بديت حس أكثر وكثر حسا روحها مش عادية مش نرمال حسا روحها عاقبة عاقبة تحس أكثر وزادوا كان كانوا يرحموا هاشي كان حتى الكبار تقيمي يشبحوها يضحكوا عليها ويضحوا هكاية ما رحموا هاشي زادت تعقدت أكثر وكثر عاقبة الدهوري حالته خاصة أنا عينيها عينيها خاصة يعني نطلب المحسينية ونطلب وزير الصحة ونطلب هكاية نطلب هكاية يخرجوها لي لخارج يعني حسبوها بنتهم يعني هالدنيا رأي فانية حسبوها بنتهم ما عنديش هنا كونش عندي ولا حاجة هكاية أنا وانا ماذا بنا أنا خرجناها ودوينها بس حالة غالب رجلي شهار مرة يخدم مرة ما يخدمش شي مروى بدأت تتأثر وتفقد نعمة البصل وتتناقص في الرؤيا رغم أنها تدرس في السنة الأولى ثلوي إلا أنها باتت اليوم في طريق موسد حيث وجدت نفسها على ضرورة تسريع تنقلها للخارج من أجل العلاج والمحافظة على نعمة البصل نحب نفتاح بيدروني ونشوف الشميلية وقعد في بطابة الأولى ودوين تتاعموا شي لناي بالخارج ونطلب المسؤولينا يعملوني شويف يتبوني بنتك وعسبني كبنتك تباوين تحتاج إلى جمهورية نطلب من الوزير الصحة نطلب هكايا يخرجوا لي بنتي لبرا أنا أخلق شونا ليس نقادر لم يقدر ناشي وهكايا يحزبوها بنتهم يحزبوها بنتهم يخرجوها بهاكايا يتكفلو بها أنا محاشتيش معانا بشي يعطيني واحد عبد دراهم والمحاشتي معانا بشي حندير بيه أنا دراهم حاشتي يهزوها ويتكفلو بيها دكش مشني عرف أنا علاشها قدش يطلب مش عرفات هكايا بكلمات مرتعشة تناشد مروى رئيس الجمهورية ووزير الصحة للتكفل بعلاجها في ظل تفاقم وضحيتها وتكاليف العلاج المجهول التي عجزت الأسرة على توفيرها ترجمة نانسي قنقر